يعني البرازيل من المنتخبات القوية والمهمة جدا وبتأدي بطولة كأس العالم بسبات وقوة وبتاخد خطوات مهمة جدا وعنيها على اللقب وهي في الحقيقة فازت خمس مرات قبل كده بكأس العالم منتخب البرازيلي قدر أنه يقدم المتعة الكروية الاستثنائية في رابع مبارياته في كأس العالم بعد مهزم كوريا الجنوبية وقدم عرض رائع في دور السبتاشر من المونزيال عشان يستأنف حملة استعداده للقبه التاريخي في المصابعة بالوصول للدور ربع النهائي لمواجهة كرواتسيا النهاردة خلونا نشوف مشوار البرازيل في مونزيال 2022 كان عامل إزاي ونرجع تاني منتخب البرازيل قدر يقدم المتعة الكروية الاستثنائية في رابع مبارياته في كأس العالم بعد مهزم كوريا الجنوبية وقدم عرض رائع في دور السبتاشر من المونزيال علشان يستأنف حملة استعادة لقبه التاريخي في المسابعة بالوصول للدور ربع النهائي لمواجهة كرواتسيا منذ بداية الإعلان عن قيمة البرازيل المشاركة في مونزيال قطر كانت كل التوقعات بتصبف صلاحهم فإنهم المنتخب المرشح بقوة للحصول على الكأس المدرب تي تي قدر يعيد تشكيل المنتخب من جديد ويصلح قوامه وفعلاً اتحول منتخب السلساو لفريق مرعب يكفي إنه في مركز حراسة المرمى بس مع أفضل اتنين حراس في الدور الإنجليزي الممتاز هم آليسون بيكر حارس ليفر بول وأدرسون حارس منشستر سيتي واختلفت قيمة البرازيل بشكل كامل عن اللي ظهرت بيه في روسيا قبل أربع سنين ودلوقتي بيضم الفريق هجوم ناري مكون من بخلاف جابريال مارتينيلي وأنطوني وردريجو وجابريال جيسس وده اللي خلت تي تي يستبعد روبيرتو فرمينو لأن المهاجمين كتير وفي نص الملعب موجود معاك كاسيميرو اللي وظف قدراته الفنية في قطع الكرات ونقطة الوصل بين الدفاع والهجوم وتسجيل الأهداف كمان ما فيش خلاف على قوة وخبرة السنائي تي ياجو سيلفا قائد الفريق وماركينيوس في قلب الدفاع اللي بيقدمه مباريات قوية وأداء استثنائي بالإضافة لدرهم القوي في خروج الفريق بشباك نظيفة في أول مبارتين منتخب البرازيل عنده أمل يقدم مستوى قوي جداً علشان يوصل للمباراة النهائية ويستعيد اللقب اللي غاب عن خزينه من 20 سنة ويكون السادس ليه فهل هيقدر يحقق المعادلة ويكون بطل نسخة 2022؟ اشتركوا في القناة